بناء الإنسان والتصدي للفقر أولويات انطلق تحت مظلتها عدد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف بالأساس توفير حياة كريمة للمواطنين وتقدم لهم حماية اجتماعية تمكنهم من تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي تبنته الدولة بعد أن أطلت جائحة كورونا بوجهها القبيح على العالم بأسره بات صرف للمعاشات وانتظام برامج الدعم اختبارا من العيار الثقيل جاء ليظهر قدرات وجهود الدولة في التخطيط وتأمين لتقدم قصة نجاح تستحق الإشادة ترجمة نانسي قنقر 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 فلا يشعر أحد بالظلم في وطنه ويشعر الجميع أن مصر بينما تمضي نحو المستقبل لا تنسى أحدا من أبنائها